محمد بن السودان يسأل يقول ما حكم الدفن في التابوت يا محمد بارك الله فيك بالنسبة للدفن الدفن الميت في التابوت يدور بين الحرمة والكراهة عند أهل العلم فمن أهل العلم انحرم ذلك ذهب إلى تحريم ذلك ومن أهل العلم انكره ذلك ولذلك أهل الإسلام يدفنون موتاهم دفنا طبيعيا و يخرجون كل ما يضر بالميت من الخشب أو من الإسمنت أو من الحديد أو من الأشياء التي تسرع الفساد إلى جسد الميت و لذلك الدفن بالتابوت ليس من شريعتنا و ليس من ديننا و لذلك الأمر يدور بين الكراهة و التحريم عند أهل العلم و أما إذا كان ثم حاجة كأن يكون شخص يعني عافانا الله و إياكم مات مقطعا و ما استطاعوا يعني جمعه إلا ملمت إلا في وضعه في كيس أو وضعه في كذا هذه حالات استثنائية تقتضيها الضرورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر